هذه عين من محاضر الضبط الستين التي سطرت بحق أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بتركيب العدادات في مختلف المناطق اللبنانية هي محصلة اليوم الأول من دخول قرار تركيب العدادات حيز التنفيذ وفي وقت باشرت فيه مديرية حماية المستهلك المراقبة من خلال دوريات تفتيشا بمؤازرة القوى الأمنية كانت وزارة الاقتصاد تشهد اجتماعا بين وزير الاقتصاد رائد خوري ولجنة أصحاب المولدات اجتماع لم يتم التوصل فيه إلى حل أو اتفاق فيما أكد خوري أن لا تراجع عن قرار تركيب العدادات هناك قضاء إذا لا يريدون أن يطبقوا الأرار في نيابات العامة المختصة والقضاء هنا يجب أن تتحرك وأنا دايما أقول لأصحاب المولدات أنه أنا ليس جاي أقطع لهم برزقتهم أنا جاي نظم هذا القطاع أصحاب المولدات الذين اعتصموا رفضا لقرار وزارة الاقتصاد والتي حددت تسعيرة 410 ليرة لبنانية عن كل كيلوات ساعة أكدوا أن التسعير مشحفة بحقهم مصرين على تسعيرة 560 ليرة لبنانية يفهموا كل العالم ما فينا نشتغل بإخسارة هذه المصادرة هي مخالفة للأنون لأنه عم يطبقوا أنون ما تنطبئ فيه أي شرط من الشروط وهذا بيعتبر تعصف باستعمال السلطة وبيعتبر من قبيل الاعتداء ونحن بصدد تقديم دعاوي جزائية لأي جهة بتقوم بالمصادرة العتمة مسؤول عنها الدولة ووزير الاقتصاد ونحن منقول أنه محاضر الضبط اللي عم تنعمل فينا رح نقول لكل الناس إذا بدوا ينعمل محاضر الضبط فينا نحن رح يكون لنا موقف بكل لبنان ما رح نقبل يستفرضوا فينا واحد واحد التسعير المحددة أيضا رفضها بعض أصحاب المولدات الذين قاموا بتركيب العدادات قبل نفوذ القرار نحن رفزنا القرار ومشينا بالأسعار وبحساباتي أنا بالسيميلايشن أنا باللي عندي اللي عندي 800 زبون اللي عندي هني أنا بخسر 12 مليون ليرة بحبوا يطلعوا يتفرجوا على حساباتهم أنا خسران 12 مليون يطلعوا يتفرجوا وإذا بدوا يحسبونا بمفعول رجعي أنه ربحته وخسرته بعدها بنخده منكم هلأ هذا مش شغل دولي ولا شغل مؤسسات في ظل تباعد وجهات النظر بين الوزرات المعنية بالملف وعلى خط آخر وقع إشكال في منطقة الفوار في صيدة على خلفية تنافس بين الثين من أصحاب المولدات الكهربائية تطور إلى إطلاق نار وتسبب بإصابة شخص بين محاضر الضبط التي اتصل عقوبتها إلى حد مصادرة المولدات وبين تصعيد أصحاب المولدات يبقى هذا الملف يبحث عن مخرج في أفق لا يزال مسدودا